اشتركوا في القناة المركز الثاني على فئته أقل من 30 عام والمركز السادس على المجموع العام للسباق والذي تميز بقوته نظراً لحرص الجميع على تحقيق المراكز المتقدمة فيه واجأت المشاركة الكبيرة والمكثفة من قبل المشاركين الذين اجتازوا مرحلة السباق بنجاح وبهذه المناسبة أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالإعداد الجيد والتنظيم الكبير لهذه البطولة التي شهدت إقبالاً كبيراً من جانب المتسابقين مؤكداً سموه بأن هذه البطولات تساهم في تنويع البرامج الرياضية لكافة الفئات والجنسيات من أجل الممارسة الرياضية في الأجواء المناسبة بالإضافة إلى تشجيع الجميع لممارسة الرياضة بمختلف أنواعها وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة حرصه على المشاركة في هذه البطولة التي بلغت منافستها 16 كيلو متر وتأتي ضمن احتفالات المملكة بالعيد الوطني المجيد وعيد جلوس جلالة الملك المفدة وسط إقبال كبير وذلك في طريق الإعداد المشاركة في البطولات الرياضية المقبلة مشيرا سموه إلى أن هذه المشاركات تأتي لمعرفة الجاهزية للاستعادة البطولة القادمة والتعرف على الجوانب الفنية والبدنية قبل المشاركة في هذه البطولات آملا من تحقيق نتائج متميزة في السباقات القادمة وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بأن المشاركة الواسعة من قبل العدائين والعداءات في البحرين والجنسيات في المملكة قد ساهمت في إنجاح السباق من الناحية الفنية حيث تواجدت المنافسة بقوة بين كافة المتسابقين ومن الجنسين مؤكدا سموه بأن البطولة كانت فرصة جيدة لراغبي ممارسة الرياضة بمختلف أنواعها وأضاف سموه بأن جميع المشاركين تمتعوا بقوة بدنية عالية ولياقة بدنية كبيرة ساهمت في رفع المستوى العام للمتسابقين وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن خالص تقديره للجهود التي بذلتها اللجنة المنظمة واللجنة عدائي البحرين وذلك لتنظيم هذه البطولة التي لاقت تجاوبا ونجاحا كبيرا وحققت أهدافها وشيدا سموه ببرامج اللجنة الهادفة إلى تشجيع الجميع لممارسة الرياضة والمساهمة في التعاون من أجل تنظيم مختلف البرامج والفعاليات وقام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بعد نهاية السباق بتتكلم